نرجع نحن ويكون أحبقنا لنتابع حلقاتنا الخاصة المباشرة بالجامعية القرية السينودوسية من بيت عنيا بحريسة بيشرفنا حضورك أبونا جوج حولة سريين كاتوليك من العراق أهلا وسهلا فيك اليوم معنا كضيف وموجود بالجامعية القرية هيك حتنا بالأجواء اليوم كشعب عراقي ككنيسة كاتوليكية سريين كاتوليك بالعراق شو لقيت بهذا الاجتماع أو بهذا السينودوس؟ هو حضور وفد من هالكنيسة المتألمة خصوصا من تهجير وداعش هي ومضة أمل لشعبنا ولمؤمنين اللي ترجعوا كثير من هذا السينودوس نعم اليوم من اليوم الختامة يعني بنهاية الأعمال إذا بدنا نحكي من البداية لغاية اليوم من نهار التانية لنهار الجمعة قديش قدرتوا تحطوا همومكم ومشاكلكم وتتشاركوها مع بقية الكنائس في الشرق اليوم بحضور السيد البطاريكي الأساقفة الكهنة العلمانيين وتعزيز أدوار الكل لكل حدا يكون عنده كلمته وكل حدا يكون عنده فعاليته بقلب الحياة الكنسية اليوم كانت هي فرصة كبيرة أنه نحمل في حقيبتنا هالأمال الشعب ومؤمنين في الكنيسة حتى يتعزز هالثقة وترجع كما كانت وكما يجب أن تكون وفي هذه اللقاءات اللي عملناها كانت فرصة أنه ننفتح ونفتح أيضا قلبنا للآخرين بقية الكنائس الشرقية اللي نعيش هموم ذاتها في كل بلداننا في لبنان في سوريا في مصر في الأراضي المعقدسة وفي الأردن العراق وأيضا في مناطق مجامرة لهذه المنطقة كانت فرصة أنه نتعرف على بعضنا أكثر وأأمل أنه تكون فرصة أنه يصير سينودسية فيما بيننا على أقل بين الخورنات بين الأبرشيات قبل ما تطلع الوثيقة النهائية في العام أو العام القادم نعم أبو نجوج إذا بدنا نحكي عن حياتكم والتزامكم داخل العراق في قلب الكنيسة والكنيسة السوريان الكاثوليك مع بقية الكنائس أيضا قديش هذا الانفتاح موجود قديش هذه السينودسية عايشين قبل ما تحكوا عنها بهذا الشكل هناك خطوات بالتأكيد خطوات إيجابية في هذا الموضوع طوال سنين طويلة سواء بين الكنائس الكاثوليكية في العراق وأيضا بين الكنائس الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية والمجامع الكنسية الأخرى جماعات الكنسية الأخرى هذا الشيء نعيشه حقيقة يعني الشعب يصب ويريد أنهما يكون هناك فرق بين الكنائس المختلفة خصوصا وينما يكون موجودين متواجدين في نفس المدينة كنائس كاثوليكية وكنائس أرثوذكسية وهذا نعيشه أيضا في مواقف أخرى هي زواجات المختلطة وهذا أعتقد من جهة هناك تصير مشاكل في هذا الموضوع ومن جهة أخرى هو غيناء وأواصر بين الكنائس أواصر ألفة يعني ألفة نعم يعني شو اللي بيغلب هون الخلاف أم الاتفاق والوئام أعتقد هو الوئام والاتفاق لأنه الأولاد وأيضا العائلة كلها تتربى على الجهتين على الكنيستين وهذا غيناء أيضا ما فقط غيناء روحي لكن أيضا غيناء لغوي لأن كثير من الأحيان هناك تختلف اللغة كمان لهجات آرامية مثلا هناك خصوصا الأولاد هم متجثرين في الكنيستين أهمية الأرث الأرث العائلة الأرث الروحي الأرث الاجتماعي هالموروثات اللي بنحملها نحن كناس فنقدر نواكب حياتنا اليومية ونشوف وضع عائلتنا شو بتقول عنه بشكل عام اليوم أبونا جورج حولة حضرتك في العراق وكنيسة ثوريان التمسك بالتراث أهمية الإنفتاح على الآخرين التطعيم يعني اليوم عم يكون فيه اختلاط مثل ما ذكرت يعني هناك بالفعل أهمية للعودة إلى الجذور لكن دون التزمت في هذه الجذور أدما يكون التزمت تعصب تعصب نعم أدما يكون الموضوع حياة مشتركة حياة روحية مشتركة وهناك عايش مشترك في بيئة في بيئة فيها تحديات كثيرة وهالتحديات هي مشتركة إذن في هالحالة لازم نترك كل ما هو خاص حتى نشترك في العموميات بين الكنائس والتركيز على الثوابت يعني اليوم إذا بدأ نحكي عن الثوابت كلنا من اعتمدها ومن مارسها بحياتنا اليومية قديش فينا نطلع بريتها منكون نحنا خرجنا عن الخط الأساسي أو منكون يمكن غنينا حالنا أو زدنا يعني أعتقد الثوابت الأساسية والثابت الأساسي في مناطقنا وينما المسيحين هم قلة هي الشهادة هذا ما نقدر نطلع من عنده الشهادة بمعنى أنه نرجع إلى جذورنا المسيحية وإيماننا حتى ما نتخلى عنه نحن نندمج مع المجتمع مع ثقافة المجتمع العامة لكنه هناك فرصة ليعطاء الشهادة في هذا الاختلاط أو هذا الانسجام مع الواقع نحكي كمان عن غير ديانات نحن في بلدان أغلبية كمان فيها تواجد للمسلمين لأخوتنا المسلمين قديش اليوم كمان نحن بانفتاح وبحالة تعايش دائم مع هالديانات الأخرى يعني إن كن ما نقدر كثير نتعمق بموضوع مثلا الحوار ما في حوار ما أعتقد إنه هناك الثوابت مثلا في إيماننا المسيحي ما نتعدى لكنه هناك من الممكن أسلوب أسلوب الطرح وأسلوب التعامل مع المشاكل التي تعترض هالثوابت وتحتاج إلى خلفية يعني إنسان يكون معدل هذا الموضوع المسيحي يكون معدل هذا الموضوع حتى ما يتحول إلى جدال أقيم أو إلى صراع أيضا بين المختلف بين المسيحين والجمال بالإسلام نعم قدي اليوم التطرف كمانا كان له دوره وتأثيره بحياتنا دائما التطرف هو مشكلة كبيرة خصوصا أدمام المجموعة الأرقية أو الدينية تفضل نفسها على الآخرين لما يكون المسيحي مواطن في نفس المستوى ما يكون هناك تعصب يعني قبول الآخر بالإراق يعني صار عندنا نوع من الصحوة خصوصا بعد ممارسات داعش وما صار في أراضينا صار صحوة في الجانب الآخر وتساؤل لماذا المسيحي اضطهت ولماذا يضطهت من قبل أقائد يمكن هي خاطئة إذا تجمعنا الإنسانية هناك توجه كثير وعدنا شهادة كبيرة في مدينة الموصل ما عدنا ما رجعوا المؤمنين بالتأكيد نتيجة لردة فعل في الرجوع إلى هذه المنطقة لكن هناك حضور كنيسة وعدنا كنيسة راعي هناك يعني يفتح بواب الكنيسة لقبول الآخر ويستقبل وأعتقد هذا هو موضوع مهم ما نريد أنه يكون بس ضمن المجاملات والأمور الظاهرية لكن يكون بالفعل تغيير في الاستراتيجية في الشخص المقابل أو الجهة المقابلة هنا أهمية الشهادة الشهادة المسيحية اليوم قدام كل هذا المجتمع المختلف اللي يمكن بوقت نوقات ممكن يضطهدك يرفضك ما يقبلك اليوم أنا كشهادة مسيحية ماذا علي أن أقدم وإذا بدأت أحكي عن السينودوس اليوم شو بيطلب مني أكتر يعني شهادة هي مهمة عندما عندما يعني نغفر يعني هذا هي صفة المسيحية أعتقد وإذا ما نغفر لمقابلنا أو ننطي فرصة لمقابلنا هذه الشراكة تنقطع فلازم السينودوسية هي الانفتاح وإعطاء الفرصة وربما يعني أقولها من الجانب العام للناس العامين إعطاء الفرصة لكن بحذر فالثقة يعني ما هي مية بالمية لكن ثقة هي بحذر حتى تكون هالمسافة تحترم من قبل المقابل وفي نفس الوقت نتقدم معهم في هذه المسيرة نعم انتظريتك بشكل خاص أبونا جورجة حولة من هذه الجامعية القارية السينودوسية على صعيدك يعني ما ننتظر نتائج لأن النتائج هي المفروض تكون جوّتنا نعم وأي شخص شارك في هذا هذه الجامعية السينودوسية يرجع كما هو هو خسران فلازم نرجع ومليانين من شيء معين خليه ما يكون كبير لكنه صغير بقدر ما نقدر نطبقه في في أبرشياتنا وفي خورناتنا وفي جماعتنا المسيحية نعم بارح كنت مصدفة في أحد الأشخاص من العراق وقال لي حضور الشباب ضئيل ليه أبونا خصوصا في العراق احتمال أيضا في سوريا وفي الشرق الأوسط أعتقد ما في هناك استقرار خصوصا الحرب وتشتت اللي صار في العوائل حتى في الدعوات ما فقط في الشباب أيضا دعوات هناك الدعوات الكهنوتية دعوات كهنوتية ورهبانية ما في استقرار استقرار اجتماعي وبالتالي يكون عدم استقرار أيضا في الدعوة الخاصة اللي هي دعوة كهنوتية أو رهبانية حضور شباب يعني نوعا يعني كيف السبيل أو ما العمل لجزب أكثر عدد أو لا يكون هالإنسان فعلا بهمه أمر كنيسته وبده يكون بقلب الكنيسة من الصعوبة نشوف حلول مباشرة يحتاج العمل إلى مرتبط بالواقع الواقع هو واقع اجتماعي واقع اقتصادي عمل أيضا واستقرار أيضا سياسي هذا مشكلتنا في الشرق الأوسط إذا في استقرار سياسي ونعرف هذا الملد إلى أين سوف يصل يعني الشاب يحط قدامه خطة خطة له شخصيا ودور الكنيسة مهم حتى يوجه الشباب ما كثير نوفق وهذا أكيد اعتراف نوفق في هذا الموضوع أنا بدي أشكرك أبونا جورجة حولة من كنيسة السريان الكاثوليك بالعراق شكرا على حضورك وبالتوفيق ترجعوا عبليتكم بخير كمان شكرا 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 فاصل أحبقنا ومن ثم نحن وياكم من بعده مع بقية الفقرات وبقية الضيوف شكرا 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 اشتركوا في القناة